اشتركوا في القناة السببية الكوستيف هو درس في الواقع قصير وبسيط ما فيه حاجة بسيط بسيط يعني درس ما فيه شيء ولكن انه تحاول انك انت تنتبه له بصورة كويسة يعني هو ما جاء في السنوات اللي سابقا يعني اخر مرة جاء فيها ما قبل كورونا يعني ما قبل 2020 يعني جاء تسارط شوية ما كتير يعني لكن هو مغرر علينا وموجود عليه جملة او جملتين في كتاب اكتيفتي بوك اوريك لهم بعدين هنا طيب بالنسبة للجملة السببية ما هي الجملة السببية الجملة السببية هي طلب خدمة من شخص ما اللي هو عند اسم تاني يعني في بعض الكورسات وفي بعض الدوسيات بتلاقي اسمها أي طلب الخدمة من شخص آخر وفي ناس اللي هو منقول عنها الاوضح والافضل انه هي الجملة السببية يعني شنو تطلب خدمة من شخص ما يعني مثلا انك انت بتطلب من البنة يعني ان يبني لك بيتك انابة عنك انت ما بتعرف تبنيه عندك بيت بتطلب من الدهان يتهلك البيت بتاعك عندك مثلا سيارة متعطلة بتطلب من المكانيكي يصلحها لك عندك مثلا كمبيوتر متعطل بتوديه لبتاع الكمبيوتر يصلحه لك عندك ملابس بتوديها للغساء اللي بيغسله وبيكويها لك هذه كلها طلب خدمة من شخصي ما طيب ابقى معناها أن احنا بنطلب نشاط ما جاعديننا جنبيه بنفسنا بنطلب من شخص يجنبيه إنابة عنه جميل؟ طيب هذا من سميه الجملة السببية ابقى الجملة السببية الاستخدام والوظيفة المضغوية بتاعتها اللي هو وين وي أسك سام ون اللي هو تدو سامسينغ ريزا زان أس اللي هو وين عندما نطلب من شخص ما أن يقوم بشيء ما أو بنشاط ما ريزا بدلا زان أس بدلا منه لما نطلب من شخص يقدم لنا خدمة بدلا مننا هازم نقول عنه الجملة السببية طيب ما شي جميل؟ أنا بيهمني فيها اللي هو الجانب القواعد بتاعه يعني جوانب بتاع الجرامر طيب ما شي أشوف الغاعدة بتاعت الجملة السببية قبل ما أعطيك الغاعدة بتاعت الجملة السببية أنت أصلا بتعرف زمان أنه أن إحنا دايما نستخدم جميل؟ بنستخدم هاز ماشي؟ بتاعرف أنه دايما نستخدم هاز وهاز وهاف وهاذ ماشي؟ وهاد دول يأتي بعدهم مباشرة في البراثم بيرفكت فيرب سري وهنا في الباس بيرفكت فيرب سري اللي هو هاز وهاف وهاد نستخدمه كأفعال مساعدة ويأتي بعدها الverbi سري جميل طيب بين الهاس والهاف والفيرب السري ما في حاجة تفصيلهم إلا الظريف بتاع البرسان بيرفكت مثلا أوريدي جاست ريسينتلي لتلي ظريف من ظروف البرسان ظريف ظريف ما يسمى ظريف علشان أنا عايز أقول إنه الآن الكوستاتف فيه هاز وفيه هاف وفيه هاد ويتمام مطالب إن تمام مطالب إنك تجيبها إنه بيتورك يا هالوزارة ولكن بيجوا بيفصلوا لك ما بين هاس وهاف وهاد وحتى هيفين لو جاد بصغط الكنتينياس بيفصلوا بيناتهم دول في الوسط بيضعوا لك يا اسم يا ضمير وهو عبارة عن مفعول به إذا كان اسم بيكون واضح ماي كار ماي كات ماي كده سيارتي قططي مثلا كده إما إذا كان ضمير حيكون واحد من الاثنين إما الضمير إتلى المفرد وإما الضمير زم وين موقع الكلام ده موجود بين هاس والفير بسري يعني في الجزء ده في المحلات دي اللي هو بيوضع إيبقى لما تلقى هاس أو هاف أو هاد أو هافين أو هافين أو هافين أو أي مشتق من مشتقات هاف ماشي ففي هذه الحالة بتلقى بعدها إذا وجدت بعدها فعل عادي هذا تنسس إما إذا وجدت اسم أو ضمير هذا كوساتيف هذا كوساتيف ماشي طيب إيبقى هنا عندي صغة الكوساتيف تبدأ بأي فاعل أي فاعل ماشي ما نستخدم فيه في البرسنت بصورة عامة كان براسن بيرفك ولا كان براسن سيمبول هاس و هاف وبنستخدم في الباست هاد وفي الكنتينيس عموما هافين وفي الفيوتشر عموما هالهاف طيب دول علشان لا تهم ليهم فغطي أنك أنت أحفظهم أنت ما بتكتبهم الوزارة بتعطيك إياهم بس علشان أنا ما عايزك تكون وان ديريكشن اتجاه واحد أقول لك هاس و هاف و هاد وديك هافن أو تجيك و هاف ما تعرف تشتغل لا إنك أنت غتجيك غتجي هاف في زمن البرسنت سيمبول هاس مع المفرد أو هاف مع الجميع غتجي في صيغة الماضي هاد غتجي في صيغة الكنتينيس هافن اللي هو بالبرسنت كنتينيس أو بالباس كنتينيس غتأتي بصيغة الفيوتشر و هاف فإذا جات بأي حاجة تنظر إلى ما بعدها لو موجود اسم جميل ما شاء ولو موجود ضمير حيكون ات أو زم إذا وجدت بعدها مباشر أقوم استخدم طوال بعدهم ده مفعول به ده مفعول به كان اسم ولا كان ضمير مفعول به ما شاء طيب أقوم استخدم بعده طوال الفيربي سري يبقى في الامتحانات بيجي كاف في الوزارة بيجيب لك جملة فيها هاذا و هاف و كده المهم مشتقات هاف وبعد ذاك بيجيب لك بعد اسم أو ضمير انت بتجيب الآن صار كل ضع دايرة ضع دايرة يبقى تنتبه كويس أهم حاجة أهم حاجة الهاف والفيربي سري يفصلهم اسم أو ضمير يفصلهم اسم أو ضمير كل كان تروا للموضوع هذا الجزء ده ده هو بس المهم هو ده المهم علشان انت متعود هاف و هاذ من زمان عارفه من تتبراس او باس بيرفكت أصلا لأنه ما يكون في هاذ فيربي سري هاف فيربي سري هاد فيربي سري لكن لما يفصلوا يفصلوا بظرف عادي ما فيها حاجة لكن يفصلوا باسم لا يفصلوا بضمير لا يفصلوا باسم لا يفصلوا بضمير لا هل لازم تركز على هذا يبقى إذا تم فصلهم باسم أو ضمير هذا فمعناها هذا طلب خدمة من شخص ما طيب ماشي في طلب الخدمة من شخص ما واردة اللي هو جملة في الكتاب وهي جملة واحدة في صفحة activity book صفحة 7 اللي هو فيها عبارة بتاعات اللي هو ask someone طيب ask هذه ask غدتجي كده مهمة جدا تعرف الزمن بتاعه غدتجي كده ask أو ask اللي هو بشنو بالS depresent symbol معناتها في هذه الحالة استخدم has أو have جميل غدتجي ask بصيغة الباس symbol اللي هو ask كده في هذه الحالة استخدم هاد اذا جات ask فيها ind دي أو حاجة زي كده اللي هو هازا استخدم اللي هو وأنا أقدر أشرحها لك بصورة عن الأزمنة يعني كلمة ask هذه هي وهو بيعطيكها في الجملة مثلا قال she ask someone to هي طلبت من شخص ما أن يكتب لها التقرير هنا جات ask بصيغة present symbol فيها معناتها استخدم has أو have عشان دي بصيغة present يبقى هنا دي الجملة بادي بشي معناتها استخدم هاس وليست هذ ماشي ثم أشوف المفعول به وين هذا فاعل عبارة ask someone دي كلها بشطيبها ما في ليها معنى لأنه أنا خطيت بدلة has كلها استفدت من ask وخطيت has إما أضع has أو have أو have أو having أو will have ماشي استفدت منها أشطيبها يبقى صار دا الفاعل ودا الفاعل ودا الفعل ودا المفعول به لازم أضع المفعول به بعد طوالي مباشرة أنت لو ما عرفت المفعول به لو ما عرفت المفعول به في حلة جميلة جدا أكتب الضمير إما إت إما زيم أنظر للكلمة اللي موجودة اللي أنت مش شك فيها زي report دي تقرير معناها مفردة ما فيها اس ما فيها اس مفردة معناها تأضع إت لو خطيت قلت شي هاس إت ريتن صحيحة ولو قلت شي هاس ريتن صحيحة يعني عندك خيارين إما تكتب المفعول به زي ما هو وإما أن تكتب الضمير الذي يعبر عنه الضمير الذي يعبر عنه هو إت جميل طيب يبقى هنا علشان زمن اس في البرسن سيمبول استخدمت هاس لأنه هنا شي ولو كانت وي وي وزي استخدم هاس جميل بتلاحظ هاس مفصولة بمفعول به اللي هو هو إما اسم وإما ضمير وسم اللي هو اللي هو اللي هو ريت ريتن ريت هاس حولت إلى لازم أحول إلى ده أكتب وفيربي سري ماشي اللي هو ريت ريتن جميل طيب يلا لاحظ معاه الجملة الثانية قال آي آس شايف آس هنا آس ماشي يلا لاحظ صورة كويسة ماشي علي آي آس ده جاية مجرد يعني معروف فيها مجرد طيب ماشي يلا هو بادلي بي هاف معنات أول معرف أشطب وأجي أكتب واحدة من اثنين إما هاس وإما هاف أجي أكتب هاف علشان آي معها هاف في البرس سيم بل آي معها هاف هاف طوال يشوف بعد ما شطبت هذا الفاعل وده الفعل وده المفعول به مايلابتوب يبقى جاية يكتب مايلابتوب لو غلبني النواة أكتب ومافهمته كويس أضع إت بدل إت لو كتبت مايلابتوب صحيح ولو كتبت إت الضمير الذي يعبر عنه صحيح وفيكس أصرف ماشي أصرف مفعول به زايد مفعول به هاف مفصل بين وبين المفعول به كتبته اسم صريح صحيح كتبته إت ضمير صحيح ماشي يبقى من زمن الجملة بتاع كلمة طيب هنا عندي قال علي أصك المنتهي بإيدي علي طلب من أحد أن يصلح له سيارته جميل طيب ماشي بادي لي علي ماشي أول معرفته ده باس سيمبل طوال أشتوبه مع بعض وأكتب اللي هي هاد ده اللي بتعبر عن الباس سيمبل جميل ثم آعين ده فاعل وهذا فعل ده الفعل ريبير معناها يصلح وهي سكار سيارته ده المفعول به أجي أكتب هسكار أو إت لأنها مفرد أو الضمير اللي بعبر عنها أهم حاجة هاد أو هاف أو مشتقاته ويكون في الوسط اللي هو المفعول به إما اسمه صريح وإما ضمير أي واحد فيهم صحيح لو شطبت دي وكتبت صحيح ولو شطبت وكتبت هذا صحيح طيب أشوفني امرأة أربعة قال اللي هو زي آسكت سيمون ده باس سيمبل برضو فبالتالي ما لون بعمل شنو بعد معرفته ده باس سيمبل الزمن نشطبه طوالي أبادلي به زي لما شطبت ما دام هي باس سيمبل حكتب هاد اللي هو هاد بدلة طيب بعد ما كتبت هاد هزا فاعل وهزا بلانت يزرع فعل وزي ستريس هزيه لأشجار اللي هو ده المفعول به إما أكتب زي ستريس شايفه بالجمع شجرة شجار ما شجرة وأو أو أكتب زيم قلنا هم ضميرين إما إتلى المفرد وإما زيم اللي هو بإضافة إيدي لأنه فعل منتظم الفيربي سري بتاع بلانت أصبحت دي هاد اللي هو واحدة مشتغاتها بناء على زمن أسق وهنا اللي هو ده الفيربي فيربي سري وفي الوسط هنا إما أكتب الاسم صريح وإما أكتب الضمير الذي يعبر عنه هم ضميرين إتلى المفرد وزيم للجمع ماشي طيب هنا عندي اي آسكت ساموان أنا طلبته من هادي هم ليصلح لي الكمبيوتر بتاعي هزي جملة بتاع الكتاب في صفحة السبعة اللي هو معطيني بين الأغواس هاد عشان ما يذكرني إنه هذا زمن زمن ماضي وإنه أنا أستخدم الفعل هاد إحدى مشتغات هاد اللي موجودة في الغاعدة اللي هو دي هي دي دي نبر اتنين دي ماشي طيب كاتب لي آي في الكتاب بادلي بها الجملة والباقي فاضي طوالي مادام أسكت أشطبه واستفيد منه أكتب هاد علشان زمن أسكت هذا مالو باسيمبول ثم أكتب ماي كمبيوتر اللي هو يبقى لي دفاعل وفيكس فعل وماي كمبيوتر مفعول به ماشي فإذا نكتب شنو آي ولأنه أسكت فيربي تو أكتب هاد ثم ماي كمبيوتر أو إت ماي كمبيوتر كمبيوتر واحد أو إت ثم فيكس أصرفه إلى فيربي سري فيكس جميل طيب نمرة ستة اللي هو عندي مفترضة أعمل لك بنفس اللون بتاع أسك اللي هو باللون الأخضر ماشي لكن عادي مش مشكلة تمنى أنك أنت تكون فاهم عليه اللي هو هي طلبت من شنو من شخص ما أن يقلق له الأبواب جميل طيب بادي لي بشي لو ماي كانت شي لو مافي أنا حادي أكتب من عندي اللي هو أكتب علشان ده زمن بتاع فيوتر ده زمن بتاع شنو بتاع فيوتر طيب أشوف أسك معناه ده زمن فيوتر اللي هو هذي بشتوبة طبعا ويل نزلت هنا زي ما هي ماشي ابقى فضل ولي هذي شي ده الفاعل وكلوس ده الفعل وزدور ده المفعول به ابقى حاجة أكتب دي شنو ويل هاف ويل مكتوبة يعني هاف هنا زدورس أو زم زدورس عشان جمع لو ما عارف لو ما قادر أكتبها يعني أكتب زم صحيحة ثم أصرف كلوس كلوس ماشي طيب يلا لاحظ معاي حاجة مهمة إنه هذا هذا الكوستيف بتلاحظه وكله فيه عبارة بتاع اسكسامونتي تعرف من وجدة هذه العبارة غتى يلاقيها بأزمنة مختلفة اللي هو اسك مجردا براسان سيمبول في هذه الحالة نستخدم حاس أو هاف غتى يلاقيها اسكس فيها اس براسان سيمبول نستخدم هاس أو هاف غتى يلاقيها اسكت ذيربي تو نستخدم هاد غتى يلاقيها مثلا اللي هو في نستخدم نستخدم و Cassian هazi نحن كنتبنها كان احتياط لأنه أسكد الأفعال اللي هو هي أفعال ما بتحتاج أضف لها فبالتالي إذا جات في جملة بتاعت الوزارة لأنه صارت خيارات إذا جات في جملة الوزارة اختيارات فإنك إنت وحسيت بأنها هي الخيار الوحيد الصحيح وهاف جاي بعدها جاي بعدها أو سواء كان يسمي أو ضمير وفيرب سري معناته هي صحيحة عادية بصرف النظر عن أي حاجة إذا جات كده اللي هو هاس أو هاف أو هات أو هيفين أول هاف على كل حال هي مشتقات هاف جميل؟ طيب عنده هنا ملاحظة هامة جدا إنه نحن بنستخدم زمان طيب يا جماعة الحص معاي زمان 2019 و2020 كان أن نستخدم ثلاثة أفعال في الكوساتيف اللي هو هاز هاف ومشتقاتها وكت ومشتقاتها وونت ومشتقاتها وونت هاز اختفت من زمان فضلوا لي أحيانا في لغاية السلة الوزارة اللي من سنوات سابقة ممكن تجي get يعني أنا بركز لكن هاف هي الأساس هاف هي الأساس ولكن لو جاتني بين الأغواس get أو جاتني جملة مصرفة بget في الكوساتيف يعني بدل هاسنا gets وبدل هافنا get من دون s وبدل هاد got وبدل having getting وبدل will have will get لو جاتني كده ثم بعدهم object أو اللي هو اسم أو ضمير ثم بعدهم verbi 3 هذا برضو كوساتيف طيب ماشي أنا وضحت لك وقلت لك شنو اللي هو ملاحظات نستخدم في الجملة السببية الكوساتيف فعلين رئيسيين هما هاف وget شرحت لك هاف بالتفصيل وتعامل get معاملة هاف المبينة أعلاه يعني نفس الفهم الشرحته عن هاف ينطبق على get تماما ويتم تصريف اللي هو المبينة عليه ويتم تصريف الفعلين كالآتي أنا شرحت لك هاف و هاس اللي هو هاف يكون قصادة get هاس يكون قصادة get سفوق أنا شرحت إياك هاد يكون قصادة get good وهي يكون قصادة getting وهنا عندي واحدة إنه أنا ما كاتبة ماشي will have اللي هو يكون شنو will have will have ماشي يكون قصادة will will get جميل اللي هو هما دول خمس أربع هوا واحد اتنين ثلاثة أربع دي اتنين يعني دي للمفرد ودي للمجمع يعني صاروا خمسة هاز و هاف واحد اتنين ثلاثة أربع خمسة يبقى هما دول ماشي دل التسكير يعني إنه هاف get وهاس gets gets بالاس وهاد got ذربي تو دي ذربي تو ذربي تو هاي فين جتن في عين دي في عين دي will have will get يبقى خلي جيت في راسك لكن الأساس هاف الأساس هاف لماذا الأساس هاف ليش الأساس هاف لأنه الجملة التي ذكرت في الكتاب هي جملة وحيدة هي جملة وحيدة اللي هو ذكرت في كتاب اكتيفيت بوك صفحة سبعة كان فيها هاد ما في جيت لكن جيت ديات من وين جيت ديات من أسئلة وزارة من سنوات سبعة لما يجي حل لياك أنه بوريك هذه في أسئلة وزارة 2017 و18 و19 كانوا فيهم بعض منهم فيهم جيت ماشي كانوا في جيت علشان كده أنا حبيت أذكرك بها أنه إذا جيت لا تضيع عليك العلامات بتاعت الدرس طيب يلا عندي ملاحظة ثانية أن الجملة السببية تبدأ دائما بنفس فعل الجملة الرئيسية يعني ما تغير من تلقيها زي ما هي يعني ماشي شايف هنا مثلا شي شي آي آي علي علي اللي هو زي زي آي آي شي شي زي ما هي ماشي يعني بتبدأ بنفس الفهم بنفس الفاعل بتاع الجملة الرئيسية نمرة ثلاثة توجد بالجملة المراد تحويلها لجملة سببية عبارة اسك سامتو اسك سامونتو اللي هو دي العبارة دي اللي بالأخضر دي بس حبيت أذكرك إياه هنا أنا شرحتها أنا شرحتها لك كلها هنا إنه غد تكون بس سيمبول بس سيمبول آآ في يوتشار شرحتها ياك لكن بذكرك إياها هنا اللي هو قلنا توجد بالجملة المراد تحويلها لجملة سببية عبارة اسك سامونتو ويتم حزفها عند التحويل للجملة السببية نحزفها زي ما أنا شفت شاطيبة هي شاطيبة البي أخضر دي شاطيبة ويتم حزفها ماشي بيتم حزفها وتكون تصريفات اسك فيها بتلقيها يعني في العبارة علاها إما اسك فيها اس وإما اسك مجرد براس تين بول وإما اسك اللي هو ما فيها ايد فيربيتو وإما اسك والسهر دي نستخدم لايه هاذ دي نستخدم له هاف دي نستخدم له هات دي نستخدم له هيفоме هازن نستخدم لهو الحف جميل طيب إما هنا يمكن أن نستخدم في جملة الضميرين برضو تذكير يعني تذكير كخلاصة بدلا من اسم المفعول به الوارد في الجملة ممكن نستخدم أي واحد فيهم صحيحين اللي هو دي ولا الاتنين اللي أنا ذكرتم هنا اللي هو بس عشان أذكرك وتركز معي بصورة كويسة في نهاية الدرس عندنا غتاية هاد او احيانا بنغواس في نهاية الجملة المراد تحويلها لجملة في أسلة الوزارة الامتحانات الوزارة غد تلاقيق هاد او تلاقيق هاد فهذا بين أغواس في جملة الوزارة بتحت العيزة تحلة يضعهم لك هاد او هاد او هاد او هاد انا بوريك يوم في حال سلة الوزارة عن الكوستاتف خصصتك لا فيديو جاي ما شي بشرح لك الواسلة الوزارة عن الكوستاتف انت بتطالع عليها بعض الاخيان يعطيك سطر فاضي وبين الأغواس هاد يذكرك انه هذا كوستاتف او هاد هايزكرك هذا كوستاتف جميل اذا كل ما هو موجود في الكوستاتف هو غاعدته انه سبجيك زيت هاس او هاف اذا كانت جملة اذا كانت ask الكلمة بتاعة ask في البرسان و هاد اذا كانت كلمة ask في الباص و هايزك اذا كانت كلمة ask في الكنتينيوس و و هاف اذا كانت كلمة ask في الفيوتشر و في كل الأحوال انه هاف او مشتقاتها يجي بعد الفيربي سري يفصل بينهم اللي هو الابجيكت سواء كان اسم صريح او الضميرين ات او زيم ات للمفرد و زيم للجميع لازم يكون في الوسط ضيف صلة كاف علشان ما يكون براسان بيرفكت ولا تكون باس بيرفكت تكون كوستيف طلب خدمة من شخص ما ينطبق على هاف كل كل اللي هو هاس جيت و هاف جيت من دون اس و هات جوت و هاف جيت و و هاف و هل جيت مشه ابقى الدارس واضح و وساهل و ما فيه حاجة اللي هو الجملة السببية الكوستيف أو تهاف سامسينغ ضن اللي هو دي قاعدته بسيطة جدا هاف و مشتقاتها زايد مفعول به زايد فيربي سري ركز على فيربي سري كل التصريفات في الكوستيف فيربي سري سواء كان منتظم تكتب فيربي سري اذا كان غير منتظم تكتب فيربي سري و اذا كان شهاز تكتب فيربي سري وهو لأساس يعني اهم حاجة بتركز فيه خيارات الوزارة تركز انك تلقى هاف و مشتقاتها تلاقي بعد اسم او ضمير ثم تلاقي فيربي سري هذا كوستيف فالخيارات بتاعت الوزارة ركز على الجزء ده بس هاف او مشتقاتها ثم مفعول به اسم او ضمير و اذا كان ضمير ات او زين مركز على الاثنين ديل ثم فيربي سري ثلاثة حاجات ثلاثة حاجات بس في الكوستيف ماشي اللي هوين لتغيكم ان شاء الله في الفيديو الغادم لأتمنى لكم التوفيق والنجاح وتابع معي ان شاء الله لوسلة الوزارة على القوستيف والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته